إلى برلين جاء جمال المعمري بحثاً عن العلاج لشلل أصابه عندما اعتقلته ميليشيات الحوثي وعذبته لسنوات في صنعاء قبل أن تطلق صراحه قبل قرابة الأربع سنوات في تبادل للأسرة هنا في هذه الندوة التي نظمها معهد الدبلوماسية الثقافية في برلين لتسليط الضوء على ممارسات الحوثيين روى المعمري أحد الوجهاء القبليين في محافظة عمران قصته للسامعين ومعها حمل أيضاً رسالة لحكومته لحثي على تغيير ما يسميه بالقصور من الجانب الألماني تجاه اليمن سبب القصور عدم تحرك هذا الملف ملف الضحايا أنا أول ضحية تصل إلى ألمانيا أول ضحية يتكلم ويخرج للإعلام كان من الواجب على أناشد الحكومة الشرعية وأناشد أيضاً منظمات الحقوقية وأناشد كل من يهتمون بحقوق الإنسان أن يوفدوا أولئك الضحايا كلمات المعمري قد تكون وصلت لإذان هذا النائب الألماني المنتمي للحزب الليبرالي المشارك في الحكومة كشارك صغير فرانك ميلر روزنتريت يعتبر بأنه من الضروري أن تصنف الحكومة الألمانية الحوثيين كمنظمة إرهابية وأن تعاملهم على هذا الأساس يجب أن نقف بوكه منظمات إرهابية مثل الحوثيين وبوكه إيران وحزب الله ونحارب لأجل عالم حر أعتقد أنه في العقد الأخير لم نركز على ذلك في سياستنا الخارجية ألمانيا تحاول منذ سنوات لعب دور الوسيط غير الرسمي لإنهاء الحرب في اليمن فهي استضافت عبر منظمات غير حكومية لقاءات كثيرة شارك بها الحوثيون لم تؤدي إلى الكثير هناك تفاهم كبير من الحكومة الألمانية ولها مساهمات إيجابية كبيرة في الشأن اليمني ولمسنا ذلك في عديد من المبادرات عبر استضافة الحكومة الألمانية لعدد من الاجتماعات حتى الآن تبدو الحرب في أوكرانيا وكأنها تستنفذ كل طاقات السياسة الخارجية لبرلين ولكن ذلك قد يتغير قريبا وتعود ألمانيا ثالث أكبر مانح لليمن للعب دور أكثر نشاطا لدعم وقف كامل لإطلاق النار خاصة وأنها كانت من المرحبين بالهدنة التي أبرمت قبل شهر رمضان ومن الداعين لترسيخها راغد بهنام الحدث برلين